من هي الانتحارية ماريا معلوف؟ مين هي الإعلامية الانتحارية ماريا معلوف؟ هي صحفية ومذيعة وناشرة وكاتبة لبنانية وصاحبة شركة ماريا معلوف ودار الخليج للصحافة والطباعة والنشر اشتهرت ببرنامج بلا رقيب يلي عرض على شاشة النيو تيفي وعلى قناة المتوسط الليبية ماريا معلوف مقرب من العديد من الشخصيات السياسية المحلية والعالمية عملت ماريا معلوف بلبلة بالوسط الإعلامي والقضائي فبرز اسمها بقضية اغتيال اللواء وسام الحسن وحققت معا شعبة المعلومات بالقضية هي مناضلة لحقوق المرأة والأسرة وحقوق الإنسان فكتبت امرأة تبحث عن وطن وإلغاء الطائفية السياسية نعرفت ماريا معلوف بجرئتها بتعبير عن أراءة وانتمائاتها السياسية أعربت من كم شهر عن تحولها من دعم فريق 8 أذار وحزب الله إلى دعم فريق 14 أذار وطرح التساؤلات عن دور حزب الله بالحرب السورية ووصفت الحزب بغير اللبناني وقالت إنه إيران أسست قاعدة عسكرية على أرض لبنان سمتها حزب الله تؤتمر من الحرس الثوري الإيراني وبتعتبر ماريا إنه سبب التطرف السني بالمنطقة هو التطرف الشيعي ليش بدنا بعد 1982 تجي إيران تأسس شيء على أرضنا وهي قاعدة عسكرية لأسما حزب الله حزب الله هو أداية عسكرية تؤتمر بالحرس الثوري الإيراني انتخبت ماريا معلوف الإعلامي الأجرأ لثلاث سنين على التوالي وجرئت منت زحلي وصلتها مؤخرا لتتحدى المقاومة وعلى رأسها الأمين العام لحزب الله بتغريدة على حسابها عبر تويتر اتمنت فيها ماريا معلوف تفجير نفسها بالسيد حسن نصر الله فقرا لشهد لبنان اللي أتالهم حزب إيران بحسب وصفة لأله قبل ما أبلش حواري مع ضيفتي ماريا معلوف بدي أوضح أنه معلومة التحقيق معها بقضية اغتيال الراحل وإسام الحسن والتحقيقات صد شعبة المعلومات هي غير صحيحة وتمنى في هذا الموضوع ماريا معلوف مساء الخير من مسؤوليين سياسيين وأمني حذروني منك هيدا الموضوع مش موضوع حوارنا الليلي هيدا الموضوع هو بس عن البروفايل طبع حضرتيك والأمور اللي نحكى فيها بالصحافة اليوم جايين لنحكي عن الموضوع محدد أهلا وسهلا فيك بيحكي جالس أتمنى بأن أتحلى بجرء التفجير نفسي بحسن نصر الله أول شيء كمان أنت حسمت أنه الانتحارية ماريا معلوف وردت بالبرومو نحنا كنا عم نتناقش بقبل الحلقة وتعرف جو أنه هيدا الشي مش صحيح يعني كمان أي برنامج ما فيه بس هيدا عنوان هيدا عنوان لما وصفت فيه وراح نناقشه اليوم نحن إذا أننا عندك انتحارية وممكن ومدأ إيلك شيء واليوم حكي جالس رح يكشف الحقيقة والانتحارية مش مفروض مش مش شرط أنها تكون انتحارية بأنابل أوقات شخص الانتحاري بيكون بيشغله أو برأيه أو بأفكاره أو بشيء يعني بيوصل لأ بس بس هالانتحارية لا تعني انتحارية أنابل يعني واليوم معروف عنك أنك أنت شخصية انتحارية بقرأي بتروح إلى الآخر مستشرسة مندفعة بس مش متهورة لحتى تكون هاي التغريدة أنا صاحبتك هلأ نحن نحكي عنه أتمنى بأن أتحلى بجرأة تفجير نفسي بحسن نصر الله أخذم بالثقر لشهداء لبنان الذين قتلهم حزب إيران اعتبرت عملية تهديد بالاختياب الأمين عام لحزب الله سيد حسن نصر الله لما قرينا نحن هاي دي التويت قلنا أنه شو عم تعمل مريا وصلت هيدا الموضوع يوصل لحد الجنون أو عدم العقلاني أنه انصدمنا صحيح أنه هيدا الشي بنائز بس بالآخر الواحد بيقول أنه أي حدا عنده ثقافة بيقول أنه هيدا الشي مش معقول في شي غلط في شي أكيد قريب لأنه اختراق معين لأنه مالية هي عند عشر سنين من العمل الإعلامي ممكن تقول هيدا الشي واللي قال هيدا الشي أكيد ما أنه مجنون اللي كاتب وأنا بحب أنه تعرضوها ما بعرف إذا عرضت بالهي لتويت اللي أنا بدي فارجيكها نعم عرضت نعم عرضت طيب إذا فينا بعد شوي نشوف بس كيف كان مكتوب في كام حرف ما في إعلامي مثقف وبيحكي عرب وبيعمل الحلقات وبيستضيف ألفين شخصية بيكتب هالطريقة نعم هيدا يمكن أول دليل على نفس الشي معين وبعدين هو يتخاب أول شي بلش بكتابي ووصلت أنا أقول أنه هو لا لأنه هو ما كاتب آخذة بالسقر من الشهداء طيب أي شهداء طيب اليوم شو صارت أن كتبت هالطويت هلأ اللي صار من الآخير أنه اللي وضحته ما كثير من الوسائل الإعلام كتبته التوضيح اللي عملته يمكن أن توضيح صار إلكتروني أو أونلاين أكتر من تليفزيون وأنا هلأ موجودة معك وحتى أحكي بهذا الموضوع استغنيت عن أي مؤتمر صحفي كتنا بيقام عمله بعتبر أنه هذا البرنامج هو برنامج لتوضيح هذه المسألة ولتبيان الحقيقة نحن عطول بهمنا الحقيقة فوق الاعتبار أنا بعتقد أنه لازم نعرض بعض الوسائق رح نعرضها رح نعرضها بعد كم سؤال نستوضح شوية رح نعرضها عم نشوفه هلأ عم نشوف التويت المشاهدين عم بيشوفه بس إذا أنا بدي أشوفه كيف بقدر بسألك أنه مثلا حزب الله كان يمكن الشخص اللي عم يكتب لأنه أنا فعلا من النهار الجمعة لهلأ أنا معنية الأساسية بهذا الموضوع وأنا الشخص اللي هو هايدا تويت إذا بدي كنت شوفشي إذا ما عم تشوفي يا بوجي يلي هي كلمة كنت عم تقليلي نصر الله لا في همزة مع أنه ما في همزة نصر الله هادي هادي بتنكتب يعني أي مستقف ما بيكتبها هو كان يمكن محتار يكتب نصر الله أو نصر الله هو الهيئة عفاكة تي طلعت معه هادي يبدو يبدو أنه هو شخص أو هي أو الجهة مش عم نحكي عن شخص لأنه في حملة بهذا الموضوع ما أنه شيء اعتباط أو حدا عم يتسلى لما يخترق التويتر ينكتب نصر الله بهذا أكيد واحد عم قاعد مع حدا بيقول نحط نصر الله لنثبتها عليها أكثر طيب اليوم شو عندك لأنه هي بتعتبر أنه هيدا الحزب هو حزب إيران خلينا خليها تنهار أكثر هل أنت أنت متعتبري هيدا الشيذي تصريحاتك بي خليها تنهار أكثر بمواقفة يعني حتى استعملوا عبارات لا خلينا نثبت عليها أكثر أنه هي مستعدة تفجر حالي أنا كيف تفجر حالي بسيد حسن نصر الله طيب شو صار بس خليني أعرف بس بعدها في شغلة أخذة 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 معناته في شي غلط هون طيب هل عندك بس خلينا نعرف هل عندك معلومات مين اللي لو أنا كتبتها أخذة على القليلة لأنه أنا بدي شوف حالي طيب شو صار تحديدا كيف خلقت هيدا التويت فجأة وشو عرفت من معلومات مين معه الباسورت تبع الأكاون تبعي وعيد الصبح وأنا مبوعة بكية العالم كله بتعرف هيدا الشي من صحفي ولقيت في كتير على تليفوني مثل أنه مدام في شي عم بيصير على تويتر ما عم نقدر نفوت مرات بيقدر يفوتوا معاهم نحنا أكتر من حدا عنده هيدا الباسورت أنت بتعرف نحنا بشغلنا لأنه بيشغل ما في حدا يشتغل ما في حدا يشتغل بأكثر 24 أورز على الشي هيدا اللي عنده الإيميل اللي هو سوري التويتر اللي هو آت بلا رأيب هو تويتر مش لا شخص مريا معلوف لا بلا رأيب اللي هو بلا رأيب الرواد يعني أنا أول على فكرة أنا مؤسسة تويتر تاني ومش عم بقدر فوت عليه له هلأ اللي هو مريا معلوف فيك تشوفه أكتر من حدا أخذ الباسورت هلأ بالآخير ما بتعرف يعني حتى يعني إذا بتلاحش في 24 أورز فيه بوستر عم بتصير فيه تويتس عم بتنعمل نعم على مدار السيعة فيه محلات أنا ما قدرت فوت غيري قدري فوت فيه حدا طبيعي كان عم بنزل ولا كأنه فيه شي صح ما رأيت التويت طبع سيد حسن نصر لو صاروا يكتبوا تويتس تانيين باعت بيناتهم عاديين أنه حتى أنا ضلت وقت لحتى نفتش أنه شو مكتوب ومش مكتوب تويت واحد مكتوب أربع تويتات فيك تويت ما أنه جملة صحفية ولا جملة طب عندي سؤال بس شغلي أنا معلش عم بقطعك لأنه أنا بعتبر أنه هيدا الشي بيعنيني مشن هيك أنا هون من الخاسر الأكبر بهيدا العملية الخاسر الأكبر هو إعلامية معروفة بخطة سياسة هي ضد تدخل في سوريا من قبل حزب الله هي ضد تدخل إيراني والغير إيراني بلبنان أنت مؤخرا معروفة أنه مواقفك بالاتجاه الآخر يمكن مشن هيك كمان الناس يعني صدقوا هيدا تويت اليوم الجمهور اللي ضد أرائك سياسية صدقوا بفهمك بس أنا لا بسعافتي المسيحية أنا ما بحب أحكي بالطائفين أني منفتحة كل الأديان لا شكلا ومضمونا وتربية وطفولة ونشأة وبالمجتمع اللي أنا عايش فيه ما في الشي بيبشر بأي زهرة بتوحي أنه أنا ممكن أعمل هيدا الشي بعدين قلت لك أنه بروح على هو نسيت أنا وين بيطلع السيد على شاشة بمجمع الشهدين سيد الشهداء بمجمع شو بروح بقل له لبيك يا حسين وبفجر حالي ليه أنا ما عندي معتقة دينة لا بس الناس اللي على أون لين وعا السوشال ميديا وعا تويتر خليه إليك شيء أعمل بهك عمل بمجرد هيدا افترا جوب معلوف هيدا افترا كبير على إعلامية حق تقول كلمتها بس أنا لأشرح لك شيء أنا لأني معتبة حالي محام الشيطان أو بدي أحكي بإسم الطرف الأخير حقق اليوم هالناس اللي على السوشال ميديا اللي عندهم هذا الولاء اللي زعيمه سيد حسن نصر اللي وقت يقروا هيدا التويت بغض النظر عن إذا أنت شسديا أو إدرات عملية ما مرقيت ساعات كل جمعة بحلقات ما بيمرق إشياء نقعد نظل نوضحها ما بيسمعوا ما بيسمع التوضيح بديك تمرق الراسية اللي إجت من تويتر لأنه هلا من تويتر اللي هي قصة الهاكين طبعا قصة الهاكين هلا رح نشوف هون اللي هنا آخر بس قبل حتشوفها بس بس أقول لك شيء أنه لأنه الحكي أنا ما جاي أحكي سياسي هون أحكي عن مواقفة عندي منبر بعبر في عن مواقفة وعن أفكاري بس أنا جايلك إنه هل من مصلحتي أنا أقول هيدا الكلام هيدا كلام ممكن بعيدا عن حزب الله بحيدا عن حزب الله ممكن الشباب ممكن الشباب ممكن الشباب ممكن الشباب على جهة سياسية عم نشوف الواتساب بيت هلا يلي عم تبعت اللي عم تمبعت ليك في كتير إشياء حزفنيها في كتير تهديدات في كتير كلام يعني عرض حياتك للخطر بس أنا اللي بدأ إلي كيه الخوف أنا بس ليرت سمحي لووصل هاي الفكرة اليوم بعيدا عن حزب الله في هالشباب ياللي بالشارع بس بيعتبر بحالتك ياللي هين بيعتبروا في إهان كتير كبير ممكن لا سمح الله يتعرضوا لك لأذى ممكن لو أعتبروا تفهمت الفكرة معنتو أنا هلا عم بحضر حالي لمواجهة مع ناس ما حدا ما بعرف وين بيطلعوا لي متل ما صار معي بمصر أني عم تواضح الموضوع اليوم طي يوضح للمرة الأخيرة على التليفزيون نحن أنت قلت أنه هذول الواتساب اللي وصلوا فعلا أنا بعضت لك عين صغيري بعد بدأ نشوف ليز التويتر 538 رقم نعم رقم عمل لي واتساب بكلام بذيء هيدا ما حدا شوفه غيره خلينا نشوف بس التويتر لقصة تغيير الباسورد ولا ما شوفون المشاهدين وقصة الهاكينج للأكاونت وكيف رجعتوا هلا يا حني أوكي هيدا رسالة من تويتر أنه حدا من ديفايس اتنين عم بيفوت طيب بس حيشوفون هلا بس بدي أقول أنه أنت جو معلوف خرقوا لك أكاونتك وهيدا تتهمى وبالآخير تطلع أنت بدك تتحمل كل شي فيه سفيلة بالعالم من ألفاظ ومن توصيفات بدك تجع عندك يا على تويتر يا على الفيسبوك وحتى على الناس اللي بيشتغلوا عندك إحنا يعني أنا مؤسسة بتقبلها على حالك بس أي حاجة بتصير مع أي إعلامة وخليها نقلوا بالأطراف إذا حدا كمان توجه مثلا لشيخ سعد الحريرة أو لأي حدا كمان بيصير فيه وضوح جوم وضاد لأنه الناس طيب أنا أبدأ لك شي على السوشال ميديا هيك أنا 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 قبل الألفان وثماني كنت بشتغل بمحطات أنت أتواجه سياسة معيان فيني مريء شغلية بأنه وفتحك داعي سيد حسن نصر الله يا نصرنا العزيز يا قائد زمان المقدس دعني أركع أمام قدميك الثابتتان على الحق يشاركني الرغبة الكثيرون الثابتتان من من يعرفون قدرك الرفيع بديك تقريها؟ لا ليه؟ هي موسطقة ما كلمة بحكي بحط ليها طيب بديك تبعي تقريها طيب يا عمي فضل لا لا أنت قريها خالص لا لا ما علي قريها أنت شو عم قليك هلأ عم تتبنيها لا لا أنت قريها هلأ بحط ليها فيديو لا حبيبي أنت قريها لا بتقول له يا قائد زمان تقول له أنت الأب الشرعي لا تغس لا تدمع سيدنا وسيد المقاومة وسيد الأحرار والشرفاء في أمتنا العربية أب الشرعي المقاومة نعم جو أنت بال2006 لما فاتت إسرائيل على لبنان شو عملت؟ كشاب هلأ نحن اليوم عم نقش هيدا الموضوع هيدا الأصيدة أو هيدا المقال نزل بال2006 تأديدا ودعما للمقاومة اللبنانية الشريفة بال2006 لدعمة لدعمة أنا هلأ تفوت إسرائيل على لبنان ونصر الله أو المقاومة اللي هي أنا عندي كثير ما أأخذ عليها أنا حقي أنا حقي لايش يعني أنت قلت عنهم حزب إيران هلأ المقاومة أو حزب الله مع أنه أنا يعني أنا ما فيني يعني أنا شوق حزب الله يعني الله عطى توكيل لحدا يكون حزبه على الأرض خلينا بس لأنه الناس كما نضيع الناس حزب الله هلأ يقوم بعملية ضد إسرائيل أو إسرائيل تجي تضرب أراضينا وحزب الله يدافع برجع بحكي مش هيدا الكلام لأ لأنه خلص في صورة نكسرت في شي نكسر بالأفين بالأفين والثماني لما صاري سابع أيار حضرتك توصيف حزب الله بحزب إيران وصفتي وبتوافق عليه عزيب 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 هل أنا عم بفترع عليه أو عم بتتم إتهاء منه بس كل شهيد عقارد لبنان عم يسقط إن كان من الحزب أو من الجيش أو من غيره عم بتحمل المسئولية لسيد حسن مصرم لا لا أنا ما أنت عم تحكي عن تويت لا عم بحكي عن أرائك بتلاقي بتحمل المسئولية ولا لا في مرات مرات بس بتلاقي بتحمل المسئولية ولا لا مش في مرات مرات لاحظة شواء خلينا هلأ نحكي الجملة اللي هي لازم تنقال أو هي الرأي الحقيقي كل يتحمل مسئولية الشهداء أو القتلى أو إذا كانوا من الجيش اللبناني أو من المدايين هذا الجيش هو من حقه يعني مش من حقه ولما الجندي بفوت على الجيش بيعرف حاله إن هو صار في دلوطن طب ليه عملت تويت ضد فيصل قاسم اللي يسب الجيش وهين الجيش اللبناني طبعنا خليني كمل جملت حكيت أكثر مني لا ولا طبع أنا جاي أحكي أكثر منها لما هن المكاومة عندهم عائدة إنه هن بيقتلوا حالهم معناته هادي عائدتهم هادي الشهادة اللي قالهم بتفسيرهم الشهادة موجودة أو العائدة بكذا محل يعني بكذا طايفة بكذا حزب بكذا طرف عم بحكي هل عم تسألني هل السيد حسنا يتحمل لا هني بيهنوه لما بيموت شهد بروح بيهن لما عم بيموت شهداء بلقنايترا إذا هذا السؤال الأخير عن شهداء بلقنايترا إسرائيل قتلتهم محنيته هي تتعمل مسئولية عشان ما تأولني شي أنا ما قلته عشان ما أتحمل وزر فوق هيدا التويت اللي ما ألي دخل فيها لا من قريب ولا من بعيد والقضاء اللبناني هياخد حقي بهذا الموضوع هل تيلي في دعوة عم تتحضر من دعوة على المفترين علي بالسب والشتم وأنا عملت له بلق مش لي أنا بحب أعمل بلق أنا أكثر إنسان ديمقراطية بحب إسمع أراء الآخر بس أنا كأمرأة ما بحب إسمع شتائم وما بحب إنهان لأنه أنا بنت عائلة مرباية ببيئة تحترم حالة وبتحترم النقاش والحوار بيني وبين الآخر إذا حتى لو بختلف فيه هيدا خلاف سياسي مش عدا تاب اليوم رأيك السياسي اللي هو بالطرف الآخر واللي رحت فيه على الأخير فايسال أسم مثلا ببضل جيش اللبناني أمي تبليز بشكل سريع تب كمن قلتي للجيش اللبناني وعم تدافع عن الجيش اللبناني بنفس الوقت فيه تويت اللي نعملت دعما لفايسال قاسم اللي مش هين مرة واحدة هين مرة واثنين وثلاثة واردة يا عمي هين لا وياخد مجدو هين شو بدنا فيه ليش عمي نعزم هالقصة نحنا دولة نحنا كشعب لبناني أنا بعرفك بتحب الجيش بس مش أكثر مني أنا بحب الجيش اللبناني مثلك ويمكن بزيادة طيب إذا بتحبي مثلك والمفروض ان تقدي فيصل قاسم ما روق شوي أنا بحب أن الجيش اللبناني يبسط جناحه وسيطرته على كل الأراضي اللبنانية يا ماريا بعرف بس 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 معلشي اليوم التويت شو كتبت تويت لفايسال قاسم قلت ولو ما فيه ولا إعلامي من هيدا العصر أنا مع بطلع على التلفزيون ما حدا جرب منكم يتصل فيه ويقول له تعا حكينا أنت ليش هيك قلت شو بده يتصل ويمنا نحكي مع فايسال قاسم عم يحكي عن وطن وعن جيش وعن بلد وعملهم بيعملوا كليبات للفننات وعمل بس وظيفة الجيش اللبناني كليبات وإذا عم يعملوا كليبات إني عم بدافعوا عن الوطن عم يستعملوا أنا ماردي فوت أنا وياكي بجدل جو فيه محل كل العالم تعرف إنه الجيش ما بيقدر يفوت عندي سؤال أخي فيه محل إنه الجيش عم براعي ظروف طائفة أو جهة معينة في لبنان معنى عندك مشكلة مع جيش منك دفعك عن فايسال قاسم عم أنا والحيمات شو موقفك من الشهادة بس عندي سؤال بعيدا عن هالقضي أنا ضد شي اسمه واحد يقتل حاله أنا بعرف إنه الواحد يمكن يموت كرمي الوطن بس مش يروح يفجر حاله مهما ما واقفت راحت على الطرف الآخر ومهما تطرفت أنت ما بتتبني حتى مضمون التويت معمول أنت كاتبتيا أنا مش كاتبتيا مش كاتبتيا ولا خاصني فيها حتى المضمون عم متحور أنا وياكي فوت بهذا الجدل بس الناس والوضع وصل لحده إنه خلاص رغم التصريح اللي أنا عملته ما حدا يعني لأي لأ اليوم عالتليفزيون بتخيل وضحت أكتر لأنه كل الناس عم تحدث إن شاء الله بس بدي إلك شي إنه إنه نحن بالمسيحية ما في عنا شي بيقول إنه العكس ما أنت بتعرف أكتر ما أنا أن نقول نحن منحب الحياة منحب التسامح منحب النقاش الحوار وعادة عن هيك اللي بيموت في هذا الوطن منحطه في رأسنا نعم ومشين هيك كل واحد بيموت من الجيش اللبناني هيدا شهيد بس مش يعني إنه أنا بسعى لأنه الواحد إنه بشجع هيدا الموضوع بالعكس لما نزلت بجسويشها دي بهيدا في حدا عم بتابع كل حركاتي وراسدني من فترة معينة يعني عم تحاول تقولي مقصود الموضوع بتوقيت معينة عمل هيدا التويت وأنا بحس إنه من مالتين بشفق عليه لأنه أول شي غابة عم بيقوم بشي إذا كان عم بيتسلى وما في ورا جهة سياسية معناته هو واحد أرعان هل أعملتوا دعوة أنتوا بالقضاء اللي رح يعملت حياته لأنه همنا كتير أبدا عن الواقع وإذا في جهة سياسية معناته هيدا الشي ما حينجح لأنه أنا بايد أعملهم كلهم كلهم نزلوا هم هلأ بس ترجعي تحضر الحالة حتشوفيهم كلهم تبع تويتر وإنه مخروق الاكاونت والأرور لودين وإنه حدا مفتح من ديفايس تاني ووضحوا على الهواء شكرا لإلك وتمنى كل اللي قال لك إنه نحنا من بهدي لضيوفنا ومن وطيله الصور لحتى توصل إنه هيدا شي نحنا ما بنعمله شكرا اشتركوا في القناة